قتل عشرة مسلحين ودميرت آليات عسكرية خلال غارات شنها الجيش الليبي على تجمعات لقوات موالية لحكومة الوفاق في محاور عدة من العاصمة ترابلس وأفاد مصدر عسكري ليبي بأن الغارات استهدفت معسكر التكبالي وأصفرت عن تدمير مدفع ودبابة كما استهدفت غارة أخرى مخزنة ذخيرتين بمنطقة الكريمة وأصفرت عن تدميره بالكامل اشتركوا في القناة